بعد توقفه لسنوات عاد القطار بين بغداد والفلوجة إلى العمل من جديد ليتم تشغيل هذا الخط الذي تنتشر على جوانبه مشاهد الآليات العسكرية المحترقة وبقايا المباني والجسور التي خلفتها العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة الأنبار لقطات جسدت على انتداد الرحلة من وإلى الفلوجة ضروة المعارك التي دارت في تلك المناطق حيث إن يعادة تشغيل هذا الخط تمت بعد عمليات إزالة العبوات الناسفة والألغام من فوق السكة الحديدية من الفلوجة إلى بغداد الخط مدمر تقب 45 ضربة بين تدمير بين هاون وعلى الرغم من الدمار الذي لا يزال يطال مبنى المحطة إلا أنها شهدت إقبالا نسبيا من سكان الفلوجة للوصول إلى بغداد بصورة أسرع نحن كنا قبل نعاني من السيطرات نطلع من المتاخرين من نصر شوية الزحامات صعبة حسنا سهلت الأمور على هواي شغلات على المواطنين على الموظف على كل شيء أهل الأنبار رحبوا بإعادة افتتاح محطة قطار الفلوجة بعد توقفها لا سيما وأنها البديل الوحيد للخلاص من الطرق المزدحمة المكتظة بالسيطرات التي تمنع في الكثير من الأحيان مرور الحافلات الصغيرة من دون مبرر وأشهرها سيطرة السقور إعادة افتتاح محطة القطار لن تعمل على إكمال فرحة المواطنين في المحافظة ما لم يكتمل تأهيل جميع البنى التحتية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية في الأنبار فضل عن تأهيل الجسور ومنازل المواطنين ويعادة النازحين إليها